تخيل معي نفسك ترى لأول مرة فتاة جميلة جدا التقيتها بالصدفة فأحببتها وكنت تحس بشعور وأحاسيس غريبة شعور مليء بالود والارتياح لها والابتسامتها الجميلة ولأشياء أخرى لاحتها في أخلاقها فسألت نفسك سؤال صادق وصريح أنا فعلا أريد الزواج ولنية في هذا وأنا الآن أمام هذه الفتاة الرائعة فكيف يمكنني الوصول لها؟ هل أكلمها على انفراد في مكان بيني وبينها فقط أم سأضيع هذه الفرصة كما أضعت الفرص التي قبلها ولكنك رأيت في الأخير أن هذا شيء لا تريد بدأ علاقة جدية به وكنت مؤمن أن أي شيء يبدأ في غير رضا الله نهايته لم ترضيك فقررت بكل جدية وحسم أن تتبعها في الخفاء لمعرفة بيتها من أجل خطبتها والزواج منها في الحلال وعند دخولك إلى بيتها وتقدمكما إلى بعضكما لعمل جلسة شرعية تفاجأت من أنك لا تعرف كيفية تعامل معها ولا تعرف شيء عنها لا تعرف كيفية الحوار الصحيحة لا تعرف كيفية نيل إعجابها وبسبب هذا كان القلق ينتابك بشدة أريد أن أخبرك يا أخي أن هذا الأمر طبيعي لأي رجل وأن هذا القلق أو الخوف في بعض الأحيان يكون بسبب أنك تواجه المجهول وأن المرأة بالنسبة لك شيء غير واضح وأنا لدي الحل الذي سيجعلك تحل جميع المشاكل والتحديات التي تواجهك في علاقتك مع النساء لكي تتزوج أي إمرأة فوق الأرض سواء كانت غنية أو فقيرة قصيرة أو طويلة جميلة أو عادية بشرط أن تكون غير متزوجة وأنا جهز لك في هذا الفيديو ملامح إذا عرفتها ستستطيع التعامل مع أي إمرأة في العالم وتوجد أربع احتمالات للنساء لا خامس لها لتستطيع خطبتها بتطبيقات يسيرة وقبل أن أريك هذه الملامح يجب أن تعرف هذه النقاط المهمة عن طبيعة المرأة أول شيء إياك أن تتوجه لبيت المرأة لخطبتها بمجرد أن تراها دون أن تتعرف عليها أنت لم تعرفها بعد وذهبت لخطبتها والمهم ليس أن تتعرف عليها بل هي تتعرف عليك أما إذا ذهبت بشكل مباشر هنا أنت تؤكد لها أنك تريدها بدون أي شروط بالخصوص إذا كانت جميلة فهي ترى أنك بنيت حكمك فقط على شكلها فالمرأة تنجذب لشخصيتك وليس لشكلك فلا تظن أنها ستقبل بك مباشرة فقط مثلا لأنك وسيم أو شيء من هذا فالأكيد أن أول ردة فعلها ستكون سلبية والمرأة تحب الرجل الذي يريد معرفة شخصيتها ليقرر إذا كان سيدخل معها في علاقة أم لا ثاني شيء يجب عليك معرفته أن المرأة تقوم باختبار رجل عدة اختبارات وأنا أسميها تحديات لتعرف شخصيتها الحقيقية وهذه الاختبارات تكون بشكل لا واعي ودون قصد منها وأول ملمح يجب عليك ملاحظته في أول لقاء لك مع المرأة هو مدى ارتفاع الحاجب عن العين يعني هل الحاجب مرتفع أم منخفض ونقيس هذا الارتفاع بهذه المسافة مقارنة بعرض العيون بغض نظر عن شكل الحاجب يعني هنا مثلا يوجد في الحاجب دوران سواء ارتفاع ارتفاع مع دوران ارتفاع دوران ارتفاع بزاوية بغض النظر يجب أن تكون هذه المسافة هنا مساوية لعرض العيون أو أطول فهذا الحاجب يصنف مرتفع كذلك هنا إذا لاحظت هذا شكل آخر للحاجب مرتفع بزاوية لكن إذا قمنا بقياس هذه المنطقة مقارنة بعرض العيون ستجد هذه المنطقة أكبر حتى لو كانت مساوية يصنف الحاجب مرتفع فهذه الشخصية تصنف أو هذا الحاجب يصنف مرتفع كذلك إذا لاحظت هنا هذه المسافة تصنف هنا متوسطة يعني متقاربة مع عرض العيون كذلك إذا لاحظت هذه الشخصية هنا الحاجب مرتفع عن العيون بشكل واضح مقارنة بهذا الجزء فصاحبت الحاجب المرتفع عن العيون شخصية بطيئة ومتأنية في الدخول في أي علاقة لأنها تهتم بجودة العلاقات على حساب كثرتها فهي تفضل أن تكون في علاقة واحدة عميقة على أن تكون لديها علاقات عديدة وسطحية وقد يكون معارفها كتر لكن علاقاتها المقربة قليلة جدا وعميقة وأنت كرجل تحتاج للدخول معها في علاقة أن تتخطى مجموعة من الحواجز هي تضعها للكل أصلا لكن دون أن تخترق هذه الحواجز سأعطيك مثال بحاجز المساحة الشخصية ففي أول تواصل لك معها يجب أن تحافظ على ما لا يقل عن 3 متر طبعا تختلف من بلد إلى آخر أو من مجتمع إلى آخر وهذه المسافة تسمى المسافة الاجتماعية ويمكنك الاقتراب بشكل تدريجي على حسب تطورات علاقتك بها ولو قمت بالاقتراب بشكل كبير يعني من أول مرة فهنا أنت اخترقت المساحة الشخصية لها وهذا يسبب لها إزعاج كبير وتخطي هذا الحاجز دون اختراقه هو عن طريق المدة الزمنية وهذا يقودنا إلى التحديات التي ستواجهها مع هذه المرأة في خطبتها والتي إذا تجاوزتها مع صاحب الحاجب المرتفع سأضمن لك زواج يسير معها وأول اختبار أو تحدي وأنا أسميه تحدي المدة الزمنية وهذا التحدي هو أنها تريد أن تعرف هل أنت متعجل للزواج يعني لمجرد أن شكلها وأشياء سطحية فيها أعجبتك أم أن لديك معايير معينة في شخصيتها لتقرر هل هي تناسبك أم لا وما عليك القيام به لتجاوز هذا التحدي تحدي المدة الزمنية هو أن تبين لها أن لديك معايير معينة تبحث عنها في شخصية المرأة وأنك تريد معرفة عمق شخصيتها لتعرف هل هي تناسبك أم لا وأسهل طريقة لهذا هو أن تطيل فترة الخطوبة فمن البداية تقول لأبيها أنك تريد أن تتعرف على شخصيتها وأنك ترغب في فترة لذلك وتحدد فترة لا تقل مدتها عن شهرين وهذا سيعطيها تلميح مباشر على أنك تريد معرفة شخصيتها وأنك تبحث عن علاقة عميقة معها وهنا قد تجاوز هذا التحدي الذي يغفل عنه الكثيرون مع صاحبة الحاجب المرتفع وحتى اتمامها وإعجابها بك سيرتفع بشكل مباشر ولتطور هذه العلاقة في فترة الخطبة يجب أن تعرف مفتاح صاحبة الحاجب المرتفع وهو المدح والتقدير يعني مدح هذه الشخصية يجعلها أو يجعل علاقتك بها تتطور لكن ركز في خطأ فادح يعني أصلا هذا المدح هو يشعرها بالتقة والراحة معك لكن هنا يوجد فخ يقع فيه العديد من الرجال مع هذه المرأة وهو المدح بالأشياء التي خلقت بها كشكلها وجمالها وهذا حتى لو جعلها سعيدة سيجعلها تنفر منك وترى أنك شخص سطحي ولا تأتم بعمق شخصيتها وبالتالي سيظهر أحد جوانب هذه الشخصية وهي القدرة على التعالي فستجد نفسك يعني فجأة غير قادر على التعامل معها وهذا يقودنا إلى تحدي المدح والتقدير وهذا التحدي هو أنها تريد منك المدح والتقدير يعني تريد منك المدح والتقدير لكن بالطريقة الصحيحة لتتجاوز هذا التحدي يجب أن تمدحها ويكون هذا المدح للصفات في شخصيتها وهذه الصفات تكون من المعايير التي تبحث عنها في المرأة التي ذكرنا قبل قليل وتكون موجهة لصالحك على سبيل المثال تقول لها أعجبني اهتمامك بتفاصيلي هذا سيجعلها سعيدة ويزيد اهتمامها بتفاصيلك أكثر أي أنك تمدحها بأشياء يتفعلها لأجلك أصلا وبهذه الطريقة تكون نجحت في تجاوز تحدي المدح والتقدير بالنسبة لتاني ملمح وهو يدعم نفس الملمح وهو صاحبة الحاجب أو الفم الصغير صاحبة الفم الصغير هي شخصية يعني ممكن أن نقول شخصية بطبيعتها متحفظة في العلاقات أول شيء كيف نحدد الفم الصغير الفم الصغير مقارنة بفتحات الآن تجد أن الفم لا يتخطى فتحات الأنف بشكل كبير ومقارنة بحجم الوجه ككل إذا لاحظت معي هنا كذلك الفم صغير كذلك في هذه الصورة هنا يعني لن تجد أن الفم يتخطى بشكل كبير فتحات الأنف هنا كذلك صغير جداً كذلك هنا طبعاً هنا صغير يعني بشكل مبالغ فيه طبعاً إذا كان الفم صغير هذه الشخصية تحتاج وقت كبير جداً لتدخل فيها علاقة وتحتاج وقت كبير جداً لتخرج من علاقة أصلاً لديها نوع من التعلق فهذا هو الموضوع بالنسبة لصاحبة الفم الصغير قلنا شخصية متحفظة في العلاقات هو أصلاً قلبها لا يتسع إلا لرجل واحد ولديها إخلاص قوي لهذا الرجل لهذا فكرة أن تدخل مع رجل معين في علاقة وبعد أن تتعلق به يغادر هذه العلاقة مرعبة بالنسبة لها لأنها تبحث عن الأمان والاستقرار وهذا يجعلها تحتاج وقت كبير لتحس بالأمان مع هذا الرجل وفي أول لقاء لك بها ستجد لديها خجل وقلق وهذا سيجعل لديك صعوبة في التواصل معها بسبب حاجتها للأمان وهذه الصفات تقودنا إلى أهم تحدي مع هذه الشخصية وأنا أسمي هذا التحدي تحدي فتح صندوق الكنز وهذه التسمية لأن صندوق الكنز صعب في الفتح ويأخذ وقت كبير وبعد فتحه تحصل على كم هائل من المجوهرات فيجب أن تعرف أن صاحبة الفم الصغير بمجرد أن تحس معك بالأمان تعطيك كل ما تريده من الطلبات حرفيا وهذا التحدي هو أنها ستكون متحفظة وكتومة سواء في أفكارها أو في تعاملها معك لدرجة أنك ستشعر بأنها لا تريدك فمثلا تجدها صامتة ولا تكلمك أصلا وأنت تبدأ بالترترة وكترة الكلام أو تقول في نفسك سأعبر لها عن مشاعر تقول لها مثلا من البداية أنا أحبك طبعا هذا غلط فادح لا تقم به يعني هو مباشرة سيجعلها تنفر منك فلتجاوز هذا الاختبار أنها أصلا شخصية متحفظة جدا وكتومة يجب أن يكون لديك شعور بالأمان معها عندما لا يكون لديها شعور بالأمان معك فصاحبة الفم الصغير تشعرك بعدم الأمان لتشعر معك بالأمان يعني هي تتعامل معك بالتحفظ وكل هذه الأشياء وأنت لا تأخذ هذا الموضوع بمحمل تخصي وتتعامل معها عادي جدا يعني أنت في بالك تعرف أنه مسألة وقت فقط وستنفتح عليك فهمت الفكرة وعندما تنفتح تصبح منفتحة جدا أو يعني حرفيا تعطيك كل شيء يعني هي منغالقة تنفتح تعطيك كل شيء أو هي متحفظة تنفتح يعني تصبح عفوية تصبح ليس لديها أي قلق وكل هذه الأشياء فهذا هو الموضوع ثالث ملمح معنا وهي صاحبة الحاجب القريب عندما يكون الحاجب أو هذه المسافة هنا أقل من عرض العيون التي ذكرنا قبل قليل هذه المسافة أصغر بفرق واضح هذا الحاجب يصنف قريب كذلك إذا لاحظت هنا طبعا هنا الحاجب لا توجد مسافة أصلا هنا الحاجب يعني ضاغط على العيون كذلك مرتفع طبعا هذا يدل على يعني ضاغط على العيون رداء في المشاعر ومعنى استحقاقية عالية مرتفع جرأة وشجاعة طبعا هنا معنى شخصية يعني رداءة المشاعر مع هذا الحاجب المرتفع شخصية عنصرية والحاجب كتيف هذا يعطينا شخصية جشعة يعني استحقاقية مع العنصرية مع الحاجب الكتيف هنا معنا شخصية جشعة أو هي تحديدا تبحث عن رجال تحقق منهم مكاسب كبيرة فهذا هو الموضوع يعني هنا في الغالب ستجد لديها أصلا صدق بارز كذلك هنا إذا لاحظت معي طبعا هو يصنف حاجب قريب كذلك هنا إذا لاحظت معي هذا الحاجب قريب جدا يعني مقارنة بعرض العيون نفس شيء كذلك هذه المرأة طبعا هنا يصنف كذلك قريب مقارنة بعرض العيون طبعا هذه المسافة لا نقيسها مسافة الجفن هنا لا تقاس نقيس عرض العيون وعرض هذه المسافة مقارنة بهذه المسافة يعني هذه المسافة مقارنة بهذه المسافة فالحاجب يصنف قريب هذه الشخصية شخصية ودودة ولديها اندماج اجتماعي وقدر على التكيف وهي متعاونة مع الآخرين وتميل لتكوين صداقات كثيرة وسطحية ولديها توقعات طموحة تجاه الآخرين يعني كما يقول إخوتنا في مصر عشم عالي ولا تعتم بجودة شيء وقيمته وفي تعاملها مع الرجل تميل أن تظهر للرجل أنه الاختيار المتاح وليس الأفضل فتجد هذه النوعية من النساء دائما تردد جملة جاءني في الزواج تردد جملة لزوجها طبعا أو لعائلتها بصفة عامة تردد جملة جاءني خيار أفضل من زوجي لكن زوجي خدعني وستطع الزواج مني يعني أنك مهما فعلت معها أو مهما فعلت لأجلها ستجدها أنها لا تقدره بشكل كبير فمثلا أنت تسكن في أمريكا وهي في فرنسا فمن وجهة نظرك يعني إذا أتيت من أمريكا إلى فرنسا لخطبتها فهي ستقدر هذا يعني 7000 كيلومتر ستقدر هذا وتصدم أنها لم تهتم بتضحيتك بشكل كبير رغم أن تعاملها معك جيد فهكذا هي تفكر وبسبب هذا ممكن أن لا تكتمل هذه العلاقة لأنك تجد صعوبة في جعل هذه العلاقة وطيدة يعني رغم تضحياتك وهذا يقودنا إلى تحدي توطيد العلاقة عن طريق تحويل العلاقة من سطحية إلى رسمية هذا التحدي أو التحدي هنا هو أن تحول هذه العلاقة يعني هي سطحية مهما فعلت يعني لتحويلها من سطحية إلى عميقة تحديدا لأن رسمية ممكن أن تفهم بعدة طرق لكن أقصد حاليا عميقة يعني علاقة وطيدة يجب أن تعرف أنها لا تأخذ علاقتها بمحمل جدي لهذا علاقتها لا تكتمل فتجد نفسك قمت يعني كما قلنا قبل قليل قمت بتضحيات لتصبح علاقتك بها أعمق وفي الأخير تجد يعني أن علاقتك بها لازالت سطحية فتجاوز هذا التحدي هو بناء علاقة بعائلتها يعني من البداية ليس بعد أن يعني ترى أن علاقتك بها سطحية وتبنيها علاقة هنا سيظهر أنك فعلت كل هذا فقط لتغطي شيء معين أو لأنها لم تهتم بك أو بغض النظر فهمت الفكرة فهنا يجب بناء علاقة من البداية علاقة يعني وطيدة بعائلتها وهذا من خلال تعامل بحرية ووذ وتواضع مع أخيها وأبيها وأمها والمقربين منها طبعا هذا التصرف سيجعلها تعجب بك أصلا لأنها تعجب أصلا بالرجل الذي يتصرف هكذا مع الناس يعني برجل إجتماعي وتشارك مع عائلتها لنقول بعض النشاطات مثلا تذهب مع أبيها إلى السوق تشاري لأخيها الصغير لعبة وهكذا يعني هي هكذا أصلا ستعجب بك وتصبح علاقتك بها أعمق هذه طريقة توضيط العلاقة في فترة الخدمة مع صاحبة الحاجب القريب أما لو حاولت توضيط العلاقة بتضحياتك فهذا سيضرب في السفر حرفيا بالنسبة لرابع ملمح معنا وهو أن يكون الفم عريض إذا لاحظت معي هنا الفم عريض عريض مقارنة بفتحات الأنف يعني هنا فتحات الأنف أو الفم أعرض من فتحات الأنف بفرق واضح كذلك إذا لاحظت هنا يعني هذه أشكال للفم العريض هنا أعرض من فتحات الأنف بشكل واضح كذلك إذا لاحظت هنا طبعا هنا يعني متوسط تقريبا لكن كذلك يعني ممكن أن نقول تنطبق عليه نفس هذه الصفات يعني بنسبة ممكن أن نقول 70% كذلك إذا لاحظت هنا الفم عريض طبعا هناك بعض يعني تجد فم مثلا عريض من جهة وأعرض من جهة وهكذا فالموضوع هنا يعني بصفة عامة بمجرد أن تجد أن الفم ككل يتعذى فتحات الأنف بشكل واضح فتنطبق عليه هذه الصفات ككل فهذه الفكرة بالنسبة لصاحبة الفم العريض هي شخصية عفوية وكثيرة الكلام ولديها القدرة على التعامل أو على التواصل مع العديد من الأشخاص في نفس الوقت ولديها شجاعة واندفاع في الكلام وقلبها كبير يعني هي شخصية منفتحة كريمة متسامحة لكن هذه الصفات تقودنا إلى اختبار لا يلاحظ العديد من الرجال في التواصل مع هذه الشخصية وأنا أسميه اختبار تجاوز يعني تجاوز اختبار لا لا اختبار تجاوز يعني تتجاوز عليك وهو في حوارك معها تجدها مثلا تتجاوز عليك دون قصد منها فهنا أنت تقول يعني تتجاوز يعني تقلل احترامة لا توجد يعني بعد أن تتجاوز عليك تقول لا توجد مشكلة يعني أهم شيء أن أتكلم معها مادم أنني أتواصل معها فجيد وتجاوزنا يعني ليس شرط أن يكون عن طريق شتمك فقط بل ممكن أن تشتم أمامك يعني تصرف يعني غير لائق أمامك وأنت يعني للتو أصلا جلس معها بل ممكن أن تجد يعني بسبب عفويتها واندفاعها في الكلام بدأت تتكلم في أمور نسائية وأنت تستمع يعني تتكلم بها معك فهنا حرفيا إن جدابها لك سيتلاشع وتبدأ بتقليل احترامها أكثر وأكثر لذلك فتجاوز هذا الاختبار هو أن يعني أول حديث أول حديث لك معها ليس في احترام يجب أن تغير الموضوع وإذا كان فيه تجاوز مباشر مثلا شتمتك بأمك يعني بعد انفعالها مزاحا يعني سواء مزاح غير مزاح انفعال بعصبية طبعا هذه الشخصية كذلك تكون هذه عصبية عصبية انفعال وكل هذه الأشياء يجب أن تظهر لها أنها سقطت من عينك يعني فالتحدي هو أن تضع على حدود هذه الشخصية تريد رجل يضع على حدود صاحبة الفم الصغير العريض قصدي الصغير تبحث عن الأمان هذه تبحث عن رجل يضع على حدود يعني تخطي هذه الحدود تضع على حدود تخطي هذه الحدود تستوجب العقاب فهي هنا حتى لو كان ردها سلبي سيكون إعجابها واحترامها لك زاد بشكل كبير وإذا أردنا يعني ربط هذه الملامح يعني الملامح التي ذكرنا في أربع احتمالات ستكون يعني أربع احتمالات ستكون لدينا أول احتمال هو أن يكون الحاجب مرتفع والفم هنا صغير يعني هي هنا تبحث عن رجل يعني طبعا الحاجب هو مرتبط بالتفكير والفم هو مرتبط بالغريزة أو بالطبيعة يعني لو أزلنا العقل والمشاعر تفكير والمشاعر ستبقى يعني التصرفات العشوائية ستحدث بالفم فهمت الفكرة وهكذا المشاعر وهكذا التفكير فهناك تفكير هي شخصية يعني تبحث عن رجل متميز بطبيعتها هي تحتاج للشعور بالأمان مع هذا الرجل بمعنى أنها تريد رجل مميز تشعر معه بالأمان فهمت الفكرة بمجرد أن ترى الحاجب مرتفع الفم صغير تريد رجل مميز تشعر معه بالأمان ثاني احتمال هو أن يكون الحاجب قريب أو أن الحاجب قريب من العيون والفم عريض هذه الشخصية تريد رجل اجتماعي تفكير تريد رجل اجتماعي يضع لها حدود فهمت الفكرة ثالث احتمال معنا وهو أن تكون طبعا لا رابع لهذه الأربع احتمالات ثالث احتمال هو أن تكون الحواجب مرتفعة تبحث عن رجل متميز وهنا الفم عريض يضع لها حدود فهمت يعني تريد رجل مميز يضع لها حدود رابع احتمال هو أن تكون دقيقة نعم هو أن تكون الحواجب قريبة والفم صغير طبعا هنا تبتسم هذه الشخصية تريد رجل اجتماعي تشعر معه بالأمان فهمت الفكرة الآن بالنسبة للأربع احتمالات يعني الأولى رجل مميز تشعر معه بالأمان ثانية رجل اجتماعي يضع لها حدود هذه الأولى رجل مميز تشعر معه بالأمان ثانية رجل اجتماعي يضع لها حدود ثالثة تريد رجل مميز يضع لها حدود وهذه الرابعة تريد رجل اجتماعي تشعر معه بالأمان وترقبوا الفيديو القادم الذي سيكون بعد ثلاثة أيام يوم الأحد على الساعة السادسة بتوقيت المغرب والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة وسأكمل لكم تطبيقات تعامل مع الفتاة لأول مرة من وجهها وبكل سهولة اشتركوا في القناة